بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد أشرف المرسلين الخوف من الله أيها الأحبة الفضلاء أصل كل خير وإذا فارق الخوف من الله قلب العبد خارب القلب ووقع العبد فيما يسخط الله الخوف من الله هو سراج يضيء طريقك وأنت سائر إلى الله يقول الله سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان كلما حدتتك نفسك بمعصية الله كلما تحركت شهوتك للحرام استحضر بقلبك أن لك موعداً وموقفاً بين يدي الله وتذكر أن الدنيا زائلة وأن الحرام يفوت ويبقى أثره وعذابه ويبقى انعدام التوفيق بسببه النبي صلى الله عليه وسلم إمام المتقين كان إذا رأى غيماً أو ريحاً عرف ذلك في وجهه بمجرد ما يرى الغيوم في السماء أو بمجرد ما يسمع هبوب الرياح ويستشعر صوتها يتغير وجهه فقالت له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه مطر وأنت إذا رأيته أرى في وجهك الكراهية فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب يخاف أن يسلط الله عذابه على خلقه فقد عذب الله أقواماً بالريح وعذب أقواماً بالماء والفيضانات والطوفان قالوا هذا عارض ممترنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب نليم فالضواهر الطبيعية تربطك بالله عز وجل ما كان الشعج اسمتها غضب الطبيعاء ما كان غضب الله سبحانه وتعالى هو الذي يحرك الأرض من تحت أقدام العصات وهو الذي يسلط على عباده من الفيضانات والباراكين والمجاعات والجارات والأمراض والأوبئة الطبيعة مخلوق من مخلوقات الله يتصرف فيه ربنا كيف يشاء فكان حبيبنا يخاف إذا اشتدت الريح وظهر ما ظهر من الغيوم في السماء يخاف أن يكون في ذلك عذاب من الله عز وجل لعباده والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر سيدنا عبد الله بن الشخير قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الحبيب المصطفى يصلي في المسجد وهذا صاحبي داخل داخل للجامع قال أتيت هو ويصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء من خشية الله من خشوعه في صلاته من خوفه من الله سيدر ديالو بحث صوت ديال الماء لكي يغليف المقراش يتواصل مع الله بجسده وروحه الحبيب المصطفى في صلاته يبكي خشية لله وخوفا من الله وتعظيما لله وبعضنا لا يصلي ويقطع صلاته بالله ومن من إذا صلى ينقر صلاته نقرد ديك ويقدر قاعد يجيش وعد فيه الفهمات يقولك ما بقعتش في الصلاة لما عندنا من دينه في الصلاة هذا كله علامة على عدم الخوف من الله لخيفه الله ما يقوش وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحبيب المصطفى يا جبريل هذا حوار بين سيد البشر وسيد الملائكة هذه مناقشة وتحاور ومجلس علمي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أكرمه الله وبين جبريل عليه وسلم سيد الملائكة الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل جبريل ويقول يا جبريل ما لي لا أرى ميكايل ضاحكا قط إن الملائكة تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة بشر على صورة صحابي أو على صورة أعرابي الحبيب المصطفى يستغرب ويتعجب ويقول ما لي لم أرى أو لا أرى ميكايل هذا الملك واليمكلف بالقطر والنبات يأمره الله أن يأمر السحابة فيأمرها فتمطر يأمره الله أن يأمر الأرض فيأمرها فيخرج منها النبات والقوت هذا الملك لم يضحك قط فقال جبريل عليه السلام إن ميكايل لم يضحك قط منذ أن خلق الله النار هذه النار لم تخلق للملائكة لكنها أفزعتهم وأخافتهم مع قوتهم وشدتهم وعصمتهم هذه النار أخافت ميكايل ومخوفتك شنت هذه النار منعت ميكايل من الضحك ومتكت ضحك 24 ساعة وتستهزئ بالله وتستهزئ بالدين إنها علامة موت القلب والركون إلى الدنيا والارتباط بالشهوات واللدات عالج قلبك سيرقلب على الدواء قرأ كلك ليتي شرب لي شربتي لبس لي لبستي صافر في المعجبك إلى ما عندك الخوف من الله والاستعداد للقائه لست على شيء لا تزين عند الله جناح بعوضة كما قال الله عز وجل عن المشركين إنما المشركون نجس وكما قال الله تبارك وتعالى عن المعارضين للدين وللأنبياء والمرسلين إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل وقد رأى الحسن البصري رجلا يكثر من الضحك فقال له يا أخي هل أتاك أنك وارد على النار واش عرفت بأننا كلنا غادي نقف قدام جهننا حتى نشوفها بعيننا غادي يقفنا الله على شفيرها وعلى حافاتها وجنباتها قال نعم أعرفت قال هل أتاك أنك ناج منها واش عندك شي توقيع ولا شي ضامن أنك غادي نشجك الله من النار واش متأكد بأنك ما غاديش تطح في سقر والهاوية ولضا قال لا قال ففيما أتضحك ولا شك أتضحك بزاف والحبيب المصطفى يقول لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا الضحك ماشي حرام لكن بحل الملحة الطعام ماشي تكون عنده معنا إلى كثير الضحك وكثير تلبسالة وكثير تتفاه لقلب تيموت واش لي عنده ستين حيزب كاتسنا يقراها ويفهمها ويتبق بها غادي قابل التفاهات والضحك واش لي عنده خمسات الصلاوات وعنده رمضان وعنده الحج وعنده الزكاة وعنده أسرة وعنده وليدين وعنده خدمة وعنده أمانات مثالي باشي يضحك على رسول ويضحك على الناس واش نحن واش نحن عندنا لوقت لهذه الأمور لا أظن أننا ابتلينا بما ابتلينا به إلا بعد أن تركنا الواجبات وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قال أبو بكر الصديق الصديق يا رسول الله قد شبت من فيك شب اللحية ديالك وفي شعرك شبتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت هذه الصور عظيمة فيها تخويف وفيها آيات عظيمة من آيات الله هود صورة عظيمة فيها مشاهد من يوم القيامة الواقعة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رج وبست الجبال بس قراء قراء وقل بالتفسير قراء مشي تبع علي تكبيس والتفاهات والرقص والعري والفضائح ديال هذا والفضيحة ديال هذا وتمشي تعمر التعبيئات وتمشي باش تعصي الله تبارك وتعالى هذا الشي ليشيب نحنا شي يبونغي القولب وضحراميات والكدوب وشي كيقلب ينصب على شي وشي كيقلب يكتب على شي والغضر وعدم الوفاء بالعيود شي يبونغي الدنوب الحبيب المصطفى اللي ضمن لي الله الجنة وهو سيد ولد آدم ومنزيته في أعلى منازل جينان هاد الصور شيبته ورا كاللي ما عمره فيه تقرأ غير يقرأ هاد الصور غير يعرفه ما فين كيف اعطي المصحف غير يجب صورته ما يعرفش فين كينها ولكن تسولوا على الطحراميات تسولوا على الكدوب تسولوا على الأمور ديال الدنيا طيطير بئس العبد عالم بالدنيا جاهل بالآخرة انت عالم بالحاجة اللي غدفوت لغددز ولكن جاهل بالحاجة اللي غدتبقى وقد تربى السلف الصالح على هاد الخلق وعلى هاد الميزة وعلى هاد الدرجة ليه درجة الخوف من الله فكان أبو بكر الصدق يقول وديت أني شعر في جنبي عبدين مؤمن كون غير كنت زغبا في الجلد ديالشي راجل مؤمن أبو بكر الصدق ويجي واحد لفهمي أنا اللي فعلته كعدا وجنا وسعى ورحمة الله وسعى ويبدأ يبدأ يكذب على رأسه وعارف رأسه عنده ملفات حقوق ديال العباد غيبا ونميما وقدف وسب واختلاس أرى وزير أو لا مرشاح أو لا برلماني أو لا مستشار عندهم مسئوليات اخترس في الملعام ويكذب على الناس ويعذبهم في حياتهم ومعيشتهم ويتسلط عليهم ويشق عليهم ومن ولي من أمور المسلمين شيئا فشق عليهم شق الله عليه ما غير ينفع كلام منصيب ولا جاه ولا شهراء ولا صحاء لا قيمة له غير غير تخرج روح ديالك غير تبليك الأمور على الحقيقة ديالها لا ينفعك إلا خوفك من الله وعملك الصالح وكان عمر بن الخطاب في صلاته يصلي فإذا قرأ قول الله عز وجل إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا يبكي ويخاف ويبقى في بيته يزوره الناس يحسبونه مريضا ورام مريض ليس به إلا الخوف من الله وتعظيم شعائر الله الآيات دي القرآن دخلت عندهم من القلوب ومشت مع الضغرة الدموية وطلعت للدماغ حتى القرآن لا يجاوز عند أكثرنا حركات الليسان الشفتي وعجبا وعجبا من خوف السلف الصالح مع كمالهم وأمننا وجرأتنا على الله مع نقصنا وضعفنا فنسأل الله تبارك وتعالى أيها الأحبة أن يردنا إلى دينه ردا جميلا خف هنا تأمن هناك إلا خفتي الله هنا ستكون في قبرك في الأمان ستكون يوم القيامة في الأمان في الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى وعزتي لا أجمع على عبدي أمنين وخوفين ما ستجمعش عليك تخاف جوج مرات ولا تكون أمن في جوج مرات فإذا خافني هنا إلا خفتي الله هنا أمنته يوم القيامة وإذا أمنني هنا أخفته يوم القيامة كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا واتطعضوا بما يجري من حولكم من أوبئة وزلازل وأمراض ووفيات وفضائح ومصائب عودوا إلى ربكم وأحسنوا إلى آبائكم وأمهاتكم وتسامحوا مع إخوانكم وفقنا الله لما يحبه ويرضاه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وفقنا الله لما يحبه ويرضاه